فقر الدم مشكلة 25% من سكان الكرة الأرضية بعانوا منها يعني مش بس انت بتعاني منها أو انت بتعاني منها فقر الدم مجموعة من الأعراض المتداخلة يعني أعراضها كتير شوية قد تبدأ عادة بأعراض يعني مش من السهل اكتشافها وهن ضعف عام إعياء إرهاق يعني بتتعب عند أجل مجهود حتى وانت بتمشي قد تشعر بالتعب والإرهاق على غير العادة قد تصاب بالصداع بالدوار بالدوخة قد تصاب بضعف التركيز وتعاني من صعوبة شديدة في استحضار أي معلومات أو حتى في حفظ شيء معين فقر الدم قد يصل في بعض المصابون أو المصابين بفقر الدم إنه يعاني من آلام وضيق في الصدر وقد تختلط عليه الأمور ويعني ممكن يخاف ويروح لدكتور القلب ويعني يطلب تحليل وصور ويعني للقلب وهذا من حقه طبعا لكن فقر الدم قد يكون هو السبب لكن فقر الدم ليس تشخيصا فقر الدم ما هواش مرض فقر الدم عرض لمشكلة صحية قد تكون كامنة وأنا دائما بقول للمرضى اللي بنلاقي عندهم فقر الدم بقول له يعني احمد ربك إنه إنت يعني اكتشفنا فقر الدم لأنه قد يكون فقر الدم مؤشر لمشكلة صحية أخرى ماذا نعني بفقر الدم؟ فقر الدم هو عبارة عن نقص في حشدين اتنين نقص في نسبة الهيموغلوبين أو خضاب الدم أو صبغة الدم ونقص في كرات الدم الحمراء علشان هيك دائما بقول الأنيميا أو فقر الدم كجبل الجليد في المحيط بكون ظاهر منه فقط قمة هذا الجبل ولكن سطح المحيط أو سطح الماء يخفي أكثر هذا الجبل يخفي المشاكل الصحية علشان هيك لما بتروح لأي دكتور بتشكي أو بيكتشف عندك فقر دم ياريت تطلب من الدكتور البحث عن السبب وليس وصف الحديد أو الفوليك أسد أو الفيتامينات والمعادن المختلفة وإن كان هذه أهميتها كبيرة جدا يعني كثير من أنواع الأنيميا سببها في أنيميا بنسميها أنيميا نقص الحديد في أنيميا مسؤول عنها نقص الفيتامين بي 12 في أنيميا النزيف سواء كان نزيف ظاهر للعيان أو نزيف كامن ومخفي عادة بنسميه الدم المخفي وهذا يعني فيه له فحص خاص بنطلبه موجود بيكون في البراز وبتم اكتشافه وهذا بيدل على وجود مشكلة قد تكون في الأمعاء أو مشكلة في المعدة لكن ما الذي يؤدي إلى الأنيميا؟ أكثر الأسباب شيوعاً أول شيء هو نقص الحديد وهذه الأنيميا الشائعة عند كتير من الناس وعادة بتكون يعني بسيطة وعلاجها سهل لكن إذا أنا والله يعني صار عندي نزيف سواء كان نزيف ظاهر رعاف الرعاف الدم اللي بينزل أو النزف اللي بينزل من الأنف بشكل متكرر أو السيدات اللي بعانوا من خلل في الدورة الشهرية وبعانوا من نزيف لأيام طويلة وبغزارة هدول أيضاً قد يعاني من أنيميا نقص الحديد وبالتالي تعويضها بكون سهل إذا عرفها السبب لكن اللي بدنا نأكد عليه أن النخاع العظمي اللي بينتج كل كرات الدم سواء كانت البيضاء أو الصفائح وكرات الدم الحمراء يتأثر بهرمون اسمه هرمون الإيريثروبويتين هذا الهرمون ينتج من الكلة فعلشان هيك إذا كان الكلة فيها مشكلة قد تصاب أيضاً بفقر الدم أنواع كتيرة لفقر الدم من هذه الأنواع أنيميا بنسميها بيرنيشيس أنيميا أو البعض بسميها الأنيميا الخبيثة واللي بتكون بسبب نقص فيتامين بي 12 بي 12 من السهل نحصل عليه من الأطعمة والحيوانية اللحوم والبيض سهل إنك تحصل عليه ولكن مش من السهل إنه جسمك يتعامل معاه لا يتعامل معاه الجسم إلا في وجود حموضة في المعدة بدرجة كافية إذا اختلت حموضة المعدة على الفاضي اللي بتاكله واللي بتتناوله ضمن المواد الغذائية ما بتعامل معاه وما بيستفيد منه النخاع العظمي حتى يصنع كرات الدم الحمراء الهيموغلوبين شو وظيفته في أجسامنا الهيموغلوبين هو اللي بيرتبطه وبيتحد مع الأكسجين وبينقل الأكسجين إلى كل خلية في جسمك لكن على رأس هذه الأنسجة والخلايا خلايا الدماغ علشان هيك الأعراض المتداخلة اللي حكينا عنها قد تبدأ بالإعياء والدوخة ولكن قد تنتهي بضعف الذاكرة وصعوبة شديدة في التركيز والاستيعاب واستذكار المعلومات الأنيميا مش بس أعراض يعني سهلة قلنا ممكن تعاني من ألم في الصدر وضيق في التنفس حتى البعض ممكن يعاني من شحوب في الوجه وفي حالات نادرة بنسميها الأنيميا التحللية أو اللي بتصير فيها تكسير لكرات الدم الحمراء قد يعاني المريض من إصفرار في الوجه علشان هيك دايما بنقول ابحث عن السبب لكن يا ترى هل أنا عندي الأنيميا لازم أقلق كتير لا بالتأكيد لا إذا أنا عرفت السبب من السهل التغلب على هذه الأنيميا أو فقر الدم في أنيميا بنسميها أبلاستيك أنيميا عدم قدرة النخاع العظمي أصلا على إنتاج خلايا حمراء وقلة الخلايا الحمراء بيكون بصاحبها قلة في الهيموغلوبين لأنه الهيموغلوبين محمول على ظهر كرة الدم الحمراء هذه الأنيميا لها أسباب وراثية مثلها مثل الثلاسيميا المعروفة وأيضا أسبابها وراثية لكن اللي بنتأكد عليه أنه الأنيميا قد تكون في البداية بسبب نقص الحديد ومن السهل تعويضه بشرط ألا يكون هناك أمراض وعلل صحية زي مثلا الأمراض المزمنة معظم الناس كبار السن أكتر من ستين سنة اللي بيعانوا من الضغط والسكر وزيادة الدهون في الدم وخمول الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية أحد أهم الأسباب اللي بيأدي للأنيميا علشان هيك بنأكد دايما أنه مش بس أنت تعمل فحص السي بي سي وخلاص أنيميا ويلا شوية حديد لا والله إذا عندك في نقص أو خمول في نشاط الغدة الدرقية على الفاضي حتى لو أخدت كل الحديد حتى لو أخدت كميات كبيرة من الحديد بس تبطلت أخذ لأنه مش معقول أنت تضلك على الحديد إلى مالة نهاية فعلشان هيك لازم ندور على السبب ونعالج خمول الغدة الدرقية فيتامين بي 12 ضروري جدا حموضة المعدة تكون كويسة وأفضل شيء أن نحافظ على حموضة المعدة فيه هو خل التفاح أو خل العنب هذا مهم جدا 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 فأنا بأكد دايما الناس اللي بتاخد الأدوية اللي بتثبت حموضة المعدة يجب الانتباه إلى أنه ممكن هذه الأدوية تكون سبب في حدوث الأنيميا أو فقر الدم من الأسباب الكامنة اللي كتير من الناس نجهلها قلنا الدم المخفي عند مين الدم المخفي النزيف؟ حتى البعض لما بيفرش أسنانه وبصير نزيف في اللثة هذا مش لازم تستهين فيه لكن هذا الدم اللي انت ممكن تبتلعه بدون قصد ممكن يصل وين يكون في البراز وهذا اللي بيصبغ البراز أحيانا باللون الأسود علشان هيك علامة فارقة جدا إذا رأيت تغيير في لون البراز يجب التوجه للطبيب ومعرفة سبب اللون الأسود للبراز لأنه قد يكون نزف مخفي بسبب أمراض التهابية في مجرى القناة الهضمية مرض كرونز أو مرض القلون التقرحي أو لا قدر الله قد يكون أو يخفي وراءه ورم في القلون أو في القناة الهضمية معظم أسباب فقر الدم ممكن التغلب عليها بسهولة وبمواد طبيعية وما أكثرها يعني كل البروتين الحيواني موجود في اللحوم والأسماك والبيض ومن السهل الحصول عليه لكن النباتيين هم اللي بيواجهوا مشكلة صغيرة لأنه البروتين النباتي الحيواني أفضل من النباتي في الامتصاص وبنأكد دايما على أنه الجلوتين اللي موجود في الخبز الخبز اللي بيحتوي على الجلوتين بيساعد على عدم امتصاص الحديد بشكل كويس لكن لا يمنع امتصاصه يعني الناس بتقولك والله أنا بدي أمتنع عن الخبز بشكل كامل يا سيدي إذا قدرت تمتنع شيء جيد لكن إحنا بنقول أنه هو يعيق امتصاصه